الانسان كثير الخطأ والنسيان وهو ليس بالامر السيء فجمعنا نخطئ ونتعلم من اخطائنا لكن الاخطاء المتعمدة هي التي تضر مرتكباها الكثير من هذه الاخطاء الغبية والمتعمدة يتم تسجيلها في الكاميرات في هذه الحلقة جمعنا لكم عددا منها لذلك تابعونا الى النهاية سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم في الخامس عشر من مايو عام الفين وواحد وعشرين قام شخص هندي بتصوير شرطي على الطريق السريع وهو يقوم باقاف سائق الشاحنات ويأخذ الرشوة منهم وعندما اوقفه لاخذ المال قام السائق بتصويره خلصة فانتبه لذلك لكنه انصرف من ذلك المكان ويبدو انه احس بالخطر فقام باقافه مرة اخرى وحاول اخذ هاتفه منه قام السائق بتصوير كل شيء فاجتمع باقي افراد الشرطة وبدأوا يركضون نحوه لانتزاع الهاتف منه لحد في هذه المقاطع فهرب نحو الادغال لكنهم لحقوه وقبضوا عليه في النهاية ثم حذفوا جميع هذه المقاطع وعندما عاد الى المدينة السعانة بخبين في الهواتف واستطاع استعادة جميع المقاطع ثم نشرها عبر الانترنت وادعى انهم اعتدوا عليه بالضرب عندما قبضوا عليه ولم يستطع تصوير ذلك وقبل ان ينتشر المقطع اتصل عليه الشرطي وطلب منه عدم نشر المقطع فقام بتسجيل المكالمة ونشرها ايضا في شهر ابريل من عام الفين وواحد وعشرين قام شخص بنشر مقطع على منصة ريدت وحصل على اربعين الف اعجاب سبب انتشار هذا المقطع بهذا الشكل هو ان السحر انقلب على الساحر المقطع هو لشخص كان يزود سيارته بالوقود ليلا في احدى المحطات في دولة تشيلي فاتجهت نحوه سيارة اخرى ونزل منها اربعة اشخاص وارادوا الصرقة منه والاعتداء عليه ظنوا انه صيد سهل لكونه وحيدا عندما ركدوا نحوه لاختفائه بدأ يرش عليهم الوقود بكميات كبيرة فهربوا من هناك بسرعة وسخر المشاهدون منهم كثيرا نستفيد من هذا المقطع انه لا ينبغي السطو على نواد فنون الدفاع عن النفس هذا الشخص ارتكب هذا الخطأ واتجه نحو موظف الاستقبال وهدده وامر بان ينزل الى الطابق السفلي ليساعده في سرقة المكان ولسوء حظه كان اللاعبون يتدربون في ذلك الوقت وعندما رأوه ركدوا نحوه الى الاعلى مرة اخرى وهناك نفذوا تدريباتهم على ارض الواقع هذان الاثنان خرج في جولة على دراجة النارية وقرر تصوير ذلك بواسطة الهاتف وقام بتثبيته على عسى السلفي في البداية استمتع كثيرا كما يبدو لكن بعد لحظات ارتطم الهاتف بالشجرة وعلق هناك هذا الشخص نزل من سيارته واتجه الى السيارة التي كانت خلفه ليتشاجر معه لكن سيارته بدأت تسير بمفردها لانه لم يفعل المكابح وتفاجأ اكثر عندما علم ان الشخص الذي يريد التشاجر معه شرطي وعندما نزل ليقبض عليه هرب من هناك عزم هذا الشاب الهندي على الزواج من فتاة اخرى وفي السابع عشر من شهر مايو الفين وواحد وعشرين كان من المقرر ان تجتمع العائلتان ويتفق الجميع على الاجراءات لكن الشاب طلب طلبا غريبا حيث طلبا دراجة نارية ومبلغا كبيرا من المال وقال انه لن يتزوج الا اذا نفدت طلباته فاعطاه والد الفتاة شيكا بمبلغ معين لكنه كان اقل من المطلوب فاخده ومزقه امام الجميع وعندما علمت الفتاة بذلك امتنعت عن الزواج به وبدأت تضربه وبدأ جميع اهلها يضربونه هو ووالده ثم سلموهما للشرطة الفتاة قالت انها لن تقبل الاهانة خصوصا اهانة والدها واضن انه تلقى درسا جيدا الجدير بالذكر ان الهند الجدير بالذكر ان في الهند يدفع اهل الفتاة المهرى للشاب عكس ما هو معمول به في اغلب الدول هذا الشخص اراد تنفيذ بعض الحركات البهلوانية لكنه سقط في مجرى الصرف الصحي بشكل مروع وعندما سخر الناس منه حاول اقنعهم بانه اخطأ لكن الاوان كان قد فات فقد انتشر المقطع عبر الانترنت وها انتم تشاهدونه الان هذا العامل كان ينقل مخلفات البناء بواسطة خرطوم الى خارج الغرفة الية عمل هذا الخرطوم تشبه الية المكانس الكهربائية حيث تسحب المخلفات الى المكان المطلوب واثناء ذلك علقت صخرة داخله اراد دفعها بقدمه فتم سحب حدائه ايضا وكانت ردة فعله مضحكة استطعت الكاميرا المثبتة في سيارة هذا الشخص بتصوير المشهد المضحك حيث ظهرت امامه سيارة والتفت بطريقة مزعجة فغضب الشخص الذي بالخلف وضغط على بوق السيارة بقوة فتوقف الشخص الذي امامه ونزل من السيارة واخرج قديبا حديديا وكان قادما اليه ليتشاجر معه واثناء ذلك مرت سيارة مسرعة بجانبه ولطخته بمياه الانطار فضحك الشخص الموجود داخل السيارة ولم يتشاجر معه وانصرف من هناك هذه الفتاة كانت تنصح الفتيات باستخدام راذادي الفلفل واردت تعليمه كيفية استخدامه لكنها رشته على عينيها بالخطأ حيث رشته في الهواء فارتد نحو عينيها وبدأت تبكي من الالم في الفترة الاخيرة اصبح الناس مشغولون بالهواتف في كل مكان وفي كل وقت سواء في المنزل او مقر العمل او حتى في الشارع وهذا يسبب الحرج للكثيرين في بعض الاحيان كأن يسقطوا من السلالم او يرتطموا باللوحات المرورية وهذا ما حدث لهذا الشخص الذي كان يمشي على طريق مغمور بمياه الامطار وكان يستخدم الهاتف غير منتبه لما يحدث فسقط في الحفرة فجأة واثار المقطع صخرية واسعة عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم نشر هذا المقطع وظهرت فيه موظفة متذاكية حيث كانت جالسة في مكتبها ثم سقط من السقف شيء ما فقررت الاستفاد منه في ذلك وقررت الاستفاد من ذلك وضربت رأسها بذلك الشيء لكي تطالب بالتعويض ولم تكن تعلم انها كانت مراقبة بالكاميرا فيما بعد تم القبض عليها بتهمة الاحتيال الاطفال ايضا يعلمون انه يمنع تدخين السجائر في محطات الوقود لان ذلك قد يشكل خطرا لكن يبدو ان هذا الشخص لم يكن يعرف ذلك ولم يريد ان يعرف من الاساس فقام بركن السيارة بجانب مضخة الوقود وبدأ يدخن السيجارة فحاول الموظف تحذيره ومنعه لكنه لم يمتنع واسر على ذلك فاقترب منه وحمل مدفأة الحريق ثم رشها عليه وكان محقا في ذلك لان ذلك يعتبر تهديدا ويتم التعامل مع التهديدات بهذه الطريقة تماما في السادس عشر من شهر فبراير صور شخص في احدى شوارع العاصمة البريطانية لندن حادثة غريبة حيث ظهر شخص يضايق فتاة وهي على دراجتها الهوائية فلحقته وكسرت المرآة الجانبية لسيارته ثم اكملت الطريق هذا الشخص ظن انه يستطيع تحمل نطحة الماعز اذا ارتدى خودة واقية لكن عندما ارتطمت القرون برأسه تألم بشدة فهرب بعدها وظل الماعز يلاحقه هذا كل شيء يا اصدقائي نراكم في حلقة قادمة او على يوتيوب ثانكس ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة